السلام عليكم يقول وانا اتوضع احيانا تمس يدي الحنفية او الحائر اعوذ اغسل يدي من جديد واحيانا اغسل مقلبة الحنفية كثيرا جدا نحو 20 مرة فهل عمل هذا صحيح وجهوا لجزاكم الله خيرا عملت هذا باطل وصحيح لان هذا اسراف لان هذا وسوسة من الشيطان هذا وسوسة من الشيطان فعليك بتركه لان هذه الاشياء طاهرة لا تحتاج الاغاسم الحنفية والجدار وانا لمستها فلا يجب عليك غسل يديك من ذلك لانها طاهرة